ساعات قلائلة من الأمطار المتواصلة كانت كفيلة بإغراق مئات الشوارع والدهور في جانبي الموصل سبعة أعوام لم تكن كافية لإنهاء معاناة منطقة الأربجية بعيسر الموصل ومع كل زخة مطر يجبر الأهالي على الانتقال إلى مكان آخر ناهيك عن منازلهم التي باتت مستنقعا للمياه الآسنة معاناة نبوها يصار أننا سبعة سنين في هذه الحالة لا يفوت علينا قاسر لا يجب أن نجيب طلابنا أقلنا نشيلهم شيئا يلا نوديهم على المدرسة حتى الله لا يقبلهم يعني يددحقوا علينا على حالتنا الماء من الصبيوتنا يفوت مجارينا لا تطلع يا الله العظيم نحن مدنا مريض الآن جيت أخذ عوائل العلبي على بيت حاجية على بيت أمي المغارقنا لا يفوت لا نستطيع أن نقعد في البيت تتكرر هذه المشاهد في أغلب مناطق الموصل فيضانات وتجمعات لمياه الأمطار والنفايات على هذا الحال يعيش مواطنو بعض المناطق في موسم الشتاء والأمطار حتى الجامعة ما نقدر نصله وبيوتنا كل سنة قرقانة يعني المقاول يعني جيها سوالوا شم شارع علي يصرف له يعني وخلّ هاي الناس أصلاق قرقانة مثل هذا البيت السعى هذا الوراية وشثيرة بيوتين كلها فات عليها المي الناشط بلدية سونا حل ما يفات بالمطبخ ما يفات بالحوش يعني والله العظيم ما عندنا حل يعني بالحوش الجهال ما يقدروا نطعون برا المطبخ كلها مي الحوش كلها مي الناشط بلدية يساعدون 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 حل سوء مشاريع البنى التحتية وتأخر إنجازها لسنوات طوال فقم من أزمة الفيضانات والسيول في الموصل فجميع سكان المدينة يساعدون لموسم الأمطار بإجراءات احترازية عديدة أيماد علي والنيوز الموصل